الآن ننتقل إلى مراسلنا في القدس أحمد دراوشي أهلا بك أحمد لو تضعنا في آخر التطورات السياسية والعسكرية من الجانب الإسرائيلي وعد أبدأ باتطورات الميدانية في مدينة القدس قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بشكل كبير عند الأبواب التي تؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك أو إلى البلداء القديمة هذا باب الساهري قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر فيه بشكل كبير تستقدم سيارة لرش المياه العادمة وكذلك تنصب حواجزة لمنع تجمع الفلسطينيين بالقرب من هذه المنطقة كذلك انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب العمود بشكل كبير جدا ويمنع الصحفيون من الوقوف في تلك المنطقة وفي باب الأصباط أقرب الأبواب إلى المسجد الأقصى المبارك حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسواتر الحديدية الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة وتمنع الفلسطينيين أولا من الوصول بسياراتهم إلى تلك المنطقة لكنها أيضا تمنع الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك لا توجد معايير واضحة في التعامل مع ما يجري في المسجد الأقصى عارة مكانة قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع منهم دون أربعين عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى لكن هذه المرة ومنذ السابع من أكتوبر لا توجد معايير واضحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شبان يأتون من مناطق بعيدة مختلفة يمنعون من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وأحيانا تسمح لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المداولات الأسبوع الماضي فيما يتعلق بمن سيسمح له بالدخول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان كشفت الشرطة الإسرائيلية أنها كانت أسبوعيا تسمح فقط لخمسة ألاف مصلن بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك منذ عملية طوفان الأقصى وحتى الآن هذا الأمر لم يكن معلنا وقوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تتذرع بالأمور الأمنية لكنها الآن كشفت عن وجود سقف لعلد المصلين لا يسمح باجتيازه على العموم هناك توقعات بأن الاحتلال الإسرائيلي رغم تراجعه عن الإجراءات الجارفة التي كان ينوي فرضها في شهر رمضان على دخول المكنسيين والمصلين من داخل الخط الأخضر إلى المسجد الأقصى المبارك إلا أنه ينوي فرض أقوبات فردية يرغب في منع الناشطين السياسيين أو الناشطين البارزين أو الذين اعتكلوا خلال السنوات الماضية بحسب تقديرات محامين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وشرطة الاحتلال الإسرائيلي كانت تدعي أن لديها خمسة ألاف أسم ترغب في منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان يأتي هذا الأمر في خضم تحذيرات أمنية إسرائيلية وأمريكية وعربية وفلسطينية من احتمال أن تؤدي العقوبات والتقييدات التي سيفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى في شهر رمضان إلى انفجار الأوضاع في مختلف الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توصي بعدم الأخذ بالاعتبار في توصيات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنكفير الذي يطالب ليس فقط بتقييد أعداد المصلين الذين سيدخلون إلى المسجد الأقصى إنما يطالب بما سمناها حرية اقتحام لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ساحات وإلى المسجد الأقصى المبارك وهذا ما يرفضه مجلس الحرب الإسرائيلي الذي سحب صلاحيات وزير الأمن القومي إتمار بنكفير المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو نفى هذا الأمر في المؤتمر الصحفي في الليلة الماضية لكن على العموم هناك تركب شديد لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المحتملة في شهر رمضان والتي قد تنذر بتفجر الأوضاع أكثر في الأراضي الفلسطينية شكرا جزيلا لك مرسلنا في القدس أحمد دراش